وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ظهر اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها القيادة الإماراتية ويجري سموه مباحثات تتنول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مجالات أوسع من العمل المشترك كان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إمارة أبوظبي صاحب السمو الفريق أول طيار محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شهون الرئاسة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة وسفيراء البلدين الشقيقين وبهذه المناسبة أدل سموه بالتصريح التالي يسرن الالتقاء بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الزيارة الرسمية إلى بلد الإمارات الشقيقة فالعلاقات بين بلدين تتجسد في أعمق صور الترابط الأخوي والمحبة وعواصر القربة التي أسسها الأجداد وسار على نهجها الآباء وكرسها حضرة صاحب الجلال الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونسير على خطى جلالته متمسكين بثوابتنا وقيمنا نحو تعزيز تلك العلاقات التاريخية التي تشكل أنموذجا متميزا للعلاقات التنائية والدفع بها نحو مجالات أوسعة من العمل المشترك بما يدعم تطلعات البلدين الشقيقين وأهداف المنظومة الخليجية ويحقق التكامل المنشود الذي نسعى إليه لتحقيق مستقبل مشرق مزدهر يرسم أفقا جديدة لروح التعاون البناء والمثمر الذي يقود إلى نهضة تنموية شاملة ومشتركة إن زيارتي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي فرصة للإعراب عن اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات تجاه مملكة البحرين والتي جسدت عمق الارتباط ووحدة المصير ولا يفوتني في هذه المناسبة نشيد بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل قيادتها الحكيمة من إنجازات ساهمت في بناء نهضتها التنموية الحديثة في مختلف المجالات وعززت من مكانتها إقليميا ودوليا في مختلف القطاعات نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه تقدم بلدينا وخير وصالح شعبيهما الشقيقين هذا ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة معالي الشيخ حمد بن عيسى بن عبدالله الخليفة معالي الشيخ خليفة بن ادعيج الخليفة رئيس ديوان سموي ولي العهد معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لسموي ولي العهد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سعادة السيد خالد بن عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان سموي ولي العهد سعادة السيد عصام بن عبد العزيز الجاسم المدير التنفيذي للمراسم بديوان سموي ولي العهد سعادة السيد عصام بن عبد العزيز الجاسم المدير التنفيذي للمراسم بديوان سموي ولي العهد إن تشكيل إطار مزدان يضم ذلك التفرد والتميز في شكل البناء السليم الذي يحوي طبيعة العلاقات الدولية المتينة القائمة على أسس ثابتة مشتركة دائما ما يلمع بريقه في سماء عديد التقاربات والأطر السياسية المتنوعة كتلك الآخذة بالنمو والتقدم جنبا إلى جنب نحو توحيد الرؤى المستقبلية ورسم ملامح التفاهمات الثنائية على المستويات كافة البحرين وبحنكة قيادتها لم تكن يوما إلا قريبة ومتمركزة داخل نطاق أجواء الصداقات الأخوية الطيبة إما على الصعيد الخليجي أو الإقليمي أو الدولي حتى والتي بنتها في حضرة فصول تزيد على زمن عقود مضت ولا زالت تمضي بمتانتها وثبات الركزة التي أسست عليها بشكل مدروس لا تعصف بها أي رياح ولا تؤثر بها أي سحب قد تكون منخفضة لتحجب رؤية ناظر لجمالية قوام القائم من هذه الأواصر المعقود في نواصيها الخير اقتران المصير الذي يجمع مملكة أرض الخلود بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة يفرض نكهة فريدة لازمت شكل العلاقات التاريخية الوطيدة التي عكستها جمل متناسقة من المواقف المشتركة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ناهيك عن فحوى المواقف الإيجابية المتبادلة من كلا الطرفين التي تجسد عمق الترابط الأخوي المتميز بينهما وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى بلاد زايد الخير تأتي في إطار رؤية البلدين للارتقاء أكثر بسبل دعم أوجه التعاون وتعزيزها بما يدعم العمل الخليجي ويرسخ من مبادئ التكامل داخل أروقة الجسد الواحد قافلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في شتى القطاعات الرئيسية تم التوقيع عليها بين المنامة وأبو ظبي بشكل زاد من عمق الارتباط والمساندة الفاعلة بينهما فالبحرين لها مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم أجمع والإمارات تمضي ولا زالت نحو تحقيق إنجازات تنموية كبيرة في مجالات حيوية عززت من مكانتها الدولية بإسلوب إنعكس إيجابا على مختلف دول مجلس التعاون ثوابت وقيم تقف وراء تعزيز تلك العلاقات التاريخية وتزيد من تسارع وتيرة إمضاء أدق لأهداف المنظومة الخليجية لرسم مستقبل مشرق مزدهر يرسم آفاقا جديدة لروح التعاون البناء والمثمر الذي يقود إلى نهضة تنموية شاملة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر